المعاملات بين الناس نوعان آجلة وعاجلة وتعلمنا كيف نحفظ الحقوق في المعاملات الآجلة بالكتابة والإشهاد فماذا نفعل في المعاملات العاجلة لحفظ الحقوق كالتجارة الحاضرة والبيا والشراء في الأسواق إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم لكن إن كانت المسألة باية وشراء في الحال فلا حاجة إلى الكتابة لأنه لو كلفكم بذلك لشق الأمر عليكم فخفف عنكم ويسر عليكم رحمة بكم قال جمهور العلماء يستحب الإشهاد في المعاملات العاجلة منعاً للمزاع والشقاق فالأمر هنا للإرشاد والتعليم بيننا يرى الظاهرية أن الأمر بالإشهاد في المعاملات العاجلة للوجوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر